تأتي مسألة ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية في مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة وتعمل الحكومة على وضع خطة استراتيجية لإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية بهدف تخفيض الأسعار والحرص على توافر السلع التموينية أزمات اقتصادية متتالية شهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية أثرت سلبا على سلاسل الإمداد العالمية ولم تكن مصر بمعزل عن تلك المستجدات والتطورات وتحرص الدولة على تعزيز جهودها لسد فجوات سلاسل الإمداد من خلال المتابعة الدورية لأسعار السلع الأساسية بما يسهم في ضبط أسعار السلع والأسواق تأتي مسألة غلاء الأسعار وتوافر السلع الأساسية في مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة وتسعى الحكومة إلى تحسين وتطوير العمليات بين مختلف الجهات المشاركة في سلسلة التوريد بهدف تحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للمنظومة بشكل أكثر كفاءة وفعالية وتعمل الحكومة على وضع خطة استراتيجية لإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية بهدف تخفيض الأسعار والحرص على توافر السلع التموينية للمواطنين طوال العام وتوفير أعباء نقل المواد الغذائية التي كانت سبباً لرفع الأسعار وفي إطار خطة الدولة لضبط الأسواق تعمل الحكومة على دعم وتحفيز مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية بين الشركات على غرار شركة مكسب وذلك من خلال زيادة الحوافز التي تقدمها الدولة لتلك المبادرات كما تلعب البورسة السلعية دوراً هاماً في ضبط الأسواق وتنظيمها وتعزيز استقرارها ودمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية مما يعزز فرص الاستدامة في القطاع الزراعي وضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي يعد سعي مصر لرقمنة أسواق السلع الرئيسية خطوة محورية لتحديد الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية وكذلك التنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية جهود متواصلة تقوم بها الدولة متمثلة في الحكومة الجديدة للتوسع في تطبيق المنظومة الرقمية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بقطاع الزراعة لجميع الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية